السلام عليكم ازايكم؟ من امباح للنهاردة كل الناس عمقت تتكلم عن اللعبة السعودية مش بيتكلموا على تهديد سعودي بيتكلموا على لعبة سعودية إيه اللعبة؟ فجأة كده طلعت وكالة أنباء اسمها بلومبرج وقالت على فكرة السعودية ووزارة المالية السعودية وجهه تهديد رسمي لكلمة الجي سيفن إيه كلمة الجي سيفن؟ دول أكبر سبع اقتصاديات في العالم دول الطب يعني فجأة كده السعودية توجهه لهم تهديد ده أمر جريب جدا وليه في التوقيت ده بالذات؟ ويه اللي حصل؟ الجريب في الموضوع إن الموضوع مش عبارة عن مقالة اتكتبت في وكالة أنباء بالعكس ده الموضوع دا كان فيه دونالد ترامب الموضوع دا كان فيه بوتين الموضوع العلاقة بزيارة زيرنسكي للسعودية تفاصيل وأخبار كتيرة جدا والحلقة دي عبارة عن لغز لما تعرف حل اللغز هتكتشف ان انت قدام لاعبة كبيرة جدا بتتم من ولي العاد سعودي وسياسات جريبة جدا بتتم من السعودية بسطمع شاولك كلام دا كله وأكشف لك تفاصيله لازم أقولك بكس ملايقول قبل ما يخش في الموضوع قبل ما يكشف لك التفاصيل خليني أقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو تشينج مي الحقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية أنا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز دا هو صديق مقرب لي هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عمالها تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وحتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي عايز اقولك ان هو عنده افضل الديكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنان بقى باطكس مش باطكس كل انت عاوزو هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيب لحلالك اللي رابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابد تابع معاهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد لما عن النهاردة وممكن يكون مختلف من ناس بالحضرتك واو مرة هتسمعوا فيما يغص التحديد السعودي يه اللي حصل اللي حصل ان انا من كام يوم جبت لحضرتك مقالة ان حصل خلاف في البيت لابيض ليه قالك والله الناس في البيت لابيض او في الرئاسة الامريكية قاعدين يتكلموا ان هم عاوزين يفردوا عقوبات على اسطول الظل الروسي اسطول الظل ده اسطول قديم من سفن قديمة روسيا بتستغلوا عشان تهرب النفط بتاعها بعيدا عن العقوبات الغربية تهربوا بقى الهند تهربوا للصين تهربوا لأي دولة عاوزة نفط الروس بيهربوا النفط بتاعهم بالاسطول خاص بيهم هم اسمه اسطول الظل فرح اياه ان الناس وهم عاديين في البيت لابيض اختلفوا مع وزارة المالية الامريكية لان وزارة المالية قالت ما ينفعش ان انت تفردوا عقوبات على اسطول الظل ده ده احنا كل ما نفرد عقوبات على روسيا بنستسنيه اسطول الظل عشان اسعار النفط مترتفعش وانت لو جيت مسكت حتة دي بالذات اللي هو النفط الروسي وفرضت عليه عقوبات ملهاش مخرج انت دلوقتي بتتكلم ان انت بتخاطر بمستقبل رئيسي امريكي لان اسعار النفط حترتفع سعر جالون البنزين في امريكا او الجازولين في امريكا حيرتفع بشكل كبير فانت كده بتتكلم ان المواطن الامريكي ممكن ما يسواطش للرئيس واحنا في سنة انتخابات ايه بعد عن النفط الروسي تيجي تسأل نفسك سؤال ان مقالة نيويورك تايمز دي قالت ان هما حينقشوا العقوبات دي بعد الانتخابات ماشي بس لي دلوقتي الغرب نفذت منه كل العقوبات المطروحة قدامه لمعاقبة الروس يعني خد بالك ان روسيا اصبحت اكتر دولة في العالم عليها عقوبات الغرب عمل كل حاجة لفرض عقوباتها على روسيا ليه دلوقتي الغرب نفذت منه العقوبات ده السؤال الاهاني قالت والله السبب واحد ان الالة العسكرية الروسية الاقتصاد الروسي بيمولها بشكل كبير مش بس كده ده الاقتصاد الروسي عمال ينمو بشكل كبير جدا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان البيانات الاقتصادية في بداية العام جاءت اعلى من التوقعات مضيفا ان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد نمى بنسبة 6% في الفترة من يناير الى فبراير على اساس سنوي وضاف بوتين ان ايرادات الميزانية الفيدرالية الروسية ارتفعت باكثر من واحد ونصف الضعفة في الربع الاول على اساس سنوي وكان صندوق النقد الدولية توقع نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2% الفين اربع وشرين بس تمتيجة ببص على عقوبات الغربية هتلاقي اخطر عقوبة او اخطر حاجة كان بيتم منقشتها واللي هي ممكن تأذي الاقتصاد الروسي بشكل جيد جدا هو موضوع الاصول الروسية في اوروبا وامريكا ايه موضوع ده؟ الحقيقة الغرب من ضمن العقوبات اللي كان بيناقشها واللي هي كانت ممكن توجه ضرب حاسمة للروس هي تجميد او مصادرة الاصول الروسية في اوروبا وامريكا في فرق بين تجميد وفي فرق بين مصادرة ايه الفرق؟ بصنا لما اجي اصادر اصول معناه ان انا ممكن ابيع الاصول دي يعني اتحاد الروبي ممكن يفرض عقوبات ويصادر كل زون الخزانة الروسية اللي موجودة في البنوك الاوروبية والامريكية والامريكية يصادرها يعني يبيعها نص يعرضها في البيع ويغير شكلها القانوني اما تجميد هتبقى الاصول دي تابعة روسيا بس اللي بيدرها وبيكسب ارباحها هو تحت اوروبا التجميد هو جمد الاصول دي وخلاها عنده وشبه كده ان هو بيدرها وبياخد الارباح بتاعتها ده الفرق بين المصادرة والتجميد ماشي؟ الحد اوروبا فيما يخص الاصول الروسية عمل حد الوقتي تجميد ما عملش مصادرة خالص ليه؟ والله الاتحاد الاوروبي والامريكان والغرب عامة كانوا خايفين ان في دول تانية تشوف ان ده نهج جديد لان خلي بالك ده بيكسر النظام العالمي خلي بالك الحط النظام العالمي ده امريكا واوروبا فكون ان هما يصدروا الاصول الروسية اللي موجودة في اوروبا وامريكا معنى ان انت بتكسر نظام العالمي ان انت بتحط اي اصول موجودة في الجرب قابلة للمصادرة فده امر خطيف جدا ماشي؟ وجمدت مجموعة السبع اصولا روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد فترة وشيزة من دلاع الازمة الروسية الاوكرانية في فبراير 2022 وجاء في مسودة البيان ان المجموعة تحرز تقدما في مناقشاتها بشأن السبل المحتملة لتحقيق ارباح الاستثنائية من الاصول الروسية المجمدة لصالح اوكرانيا حقيقة كانت كمة الجي سيفن الموجودة في ايطاليا دي كانت كمة خطيرة جدا حيتم مناقشة فيها مصادرة الاصول طيب عما تيجي بص الاصول الروسية موجودة فين؟ قالك والله في 280 مليار دولار موجودين في اوروبا دول يا باشا كانوا سندات خزانة روسية وحاجات زي كده طب امريكا مفهش يعني سندات خزانة روسية قالك لا الروس جوم في 2018 سحروا سندات الخزانة والاصول بتاعتهم من امريكا انما افقوا الاصول بتاعتهم في اوروبا خاصة في بلجيكا دي كان فيها سندات خزانة كتير وتقدر ب280 مليار دولار مش بس كده في قرابة 58 مليار دولار دي منازل طيرات خاصة اندية اصول لملياردرات او النخبة الاوليجارشية الروسية فصدروه واغلابها برضو في اوروبا مش في امريكا فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الروس قبل ما يقوموا غزو اوكرانيا في 2022 كانوا عاملين حسابهم وصدروا اصولهم من امريكا بس ما صدروش اصولهم من اوروبا ليه؟ لان الروس اعتقدوا في هجومهم على اوكرانيا ان الموضوع هياخد اسبوعية ويخشوا ياخدوا الاربع مناطق او حتى يخشوا لحد العاصمة كيهي وقال لك ان الحرب دي خلاص والاوروبيين مش هعملوا حاجة والاوروبيين احنا كروز بنصدر لهم الغاز وكام ده كله فمش هعملوا حاجة الامر تطور احنا داخلين في 3 سنين في حرب روسيا اوكرانيا احنا داخلين في امور كتيرة جدا روسيا اصبحت معجبة بشكل جيد جدا اكبر دولة في العالم عليها عقوبات ماشي اخطر قمة هي قمة الجي سافن اللي عقدت في ايطاليا كان فيها الكلام على ايه؟ كان فيها الكلام ان الامريكان عاوزين ان هما يصدروا يصدروا بالاصول الروسية كلها اللي موجودة في اوروبا تقدر ب300 مليار دول او 300 وشوية كان قالوا ان هما عاوزين يصدروا الاصول دي حسمت مجموعة السابع امرها ووصلت لاتفاق بشأن استخدام فوائد الاصول الروسية المجمدة لتقديم قرد بقيمة 50 مليار دولار لاوكرانيا وفق ما اكده مسؤول امريكي وقال مسؤول امريكي انه لن يتم المساس بالاصول الروسية المجمدة في الوقت الحالي لكن لديهم الخيارات الكاملة لمصادرتها لاحقا اذا ما توفرت الارادة السياسية حسب تعبيرها الاتحاد اوروبي قالك لا بلاش طب لي الحقيقة الاتحاد اوروبي قالك لا بلاش وما كانش واضح هو قالب لا بلاش لي بس بلومبرد النهاردة بتطلع بتقرير تقولك لا خب يالك الاتحاد اوروبي تراجع عن فكرة مصادرة الاصول وجمدها فقط لسبب واحد بس ان السعودية وجهت تهديد رسمي وقالت ان لو الاتحاد اوروبي صادر الاصول الروسية خدها يعني كلها ما معناه ان السعودية هي كمان حتبتدي انها تبيع السندات الخزانة الموجودة لتبع الاتحاد اوروبي كلها مش بس كده ممكن تبص على سندات الخزانة الامريكية كمان خلي بالك السعودية بالها كتير قوي ما بتشتريش سندات خزانة امريكية فقال لك ده احنا ممكن نبيع السندات الخزانة الاوروبية خاصة عندنا كتير فرنسية الحقيقة تقرير بلومبرغ بيقول لك ايه بيقول لك هو ممكن يكون تهديد وممكن ما يكونش تهديد ليه ممكن ما يكونش تهديد ان في نفس المقارة نفسها بيقول لك ان وظافة المالية السعودية طلعت قالت ان ما فيش حاجة زي كده خالص احنا لا وجهنا تهديد ولا قلنا اي حاجة فبلومبرغ بتقول لك ممكن ما يكونش تهديد رسمي ممكن يكون ان السعوديين فهموا الاوروبيين او اطلعوهم لو نخلي بالكم لو صدرتوا الاصول الروسية احنا حنبيع وحنتخلص من سندات الخزانة الغربية احنا في عام 2018 كانت السعودية بتستثمر في اذنات الخزانة الامريكية بحوالي 166 مليار اليوم احنا بنتكلم على حوالي 108 مليار نتكلم على اكثر من 45% انخفاض في خلال خمسة سنوات السياسة السعودية في مسألة الاستثمار واضحة خصوصا بعد اطلاق 2020-2030 في مسألة تنويع الاقتصاد والبحث عن كل الاستثمارات اللي بترفع من العوائد لان احنا اليوم بنركز على العوائد اللي بتعود على الاقتصاد السعودي اولا وعلى تنويعه بشكل مباشر بلومبرغ بتقولك احنا مش فاهمين دي السعودية عملت كده وجهت تهديد او شرحت عواقب مصادرة الاصول الروسية بالشكل ده هل مثلا ده عشان هي متحالفة مع الروس ولا بتعمل كده المصالحة الشخصية لو هي متحالفة مع الروس فما تنساش موضوع بريكس وان السعودية عاوزة تلعب انها يعني لا مع روسيا ولا ضدها بس الازية الجامدة قوي ان انت تصادر الاصول الروسية ده معناه انه ممكن مؤدي ان ممكن تقوم حربة علامية مثلا من وجهة النظر اما ان السعودية بتلعب لمصالحها الشخصية او هي بتوجه انزال عشان مصالحها الشخصية ده امر نابع من ان السعودية خايفة انها تكون التلاعق قائمة يعني ايه يعني لو السعوديين او اي دولة عمتا ما عجبتش الغرب الغرب من هنا ورايح هيصادر الاصول فاخد بالك كم الاصول العربية والافريقية وامريكية الجنوبية الموجودة عند اوروبا وامريكا فقالك ان السعوديين مش عاوزة تقسر الحيتة دي فعشان كده ورت العواقب بصه كده او كده بلومبرج بتحاول توصلك ان حصل يعني هو فوش كلام كتير يعني بلومبرج بتحاول تقنعك ان ده حصل برغم نفي وزارة المالية السعودية الا ان بلومبرج بتحاول في المقالة بتاعتها توصلك ان لا ده حصل طيب بلومبرج بتقول لك ايه بتقول لك كان ممكن الغرب ما ياخدش في الحزبان بتاعه القرار السعودي ده ولا التهديد السعودي ولا كأنه سيما حاجة من السعودية قال لك هو الخوف او الغرب بص الموضوع التهديد السعودي ده مش كسعودية بص انه هو تحالف عربي وانه السعودية لو عملت كده برغم انها لا تمتلك الاصول الغربية الليها تقلب المعادلة او تغير شكل العالم كله او تهد الدولار او اليورو بس قال لك كتحالف ممكن ما تبصش كسعودية بص كمجلس تعاون خليجي بص كحلفاء السعودية ممكن يعملوا ايه بص كبريكس ممكن يعملوا ايه فده امر خلى ان الغرب ياخد الامر بمنتهى الجدية فقالوا ايه قالوا خلاص احنا ما نصدرش الاصول دي احنا نعمل حاجة صريفة جدا احنا نجمد الاصول ونبعت الارباح بتاعتها لاوكرانيا مرتين في السنة ثم قال لك ده مش كفائي الدروس عاملية تقدموا اوكرانيا عاوزة فلوس كتير اوكرانيا فيها فساد اوكرانيا بلعت فلوس قالوا خلاص احنا نجمد الاصول برضو ما نصدرهاش وندي اوكرانيا قرد بخمسين مليار دولار مقابل ارباح الاصول دي بس حيث ان هما يصدروا الاصول او يبعوها او كم ده كله تنازلوا عنه المرادوش ان هما يعملوا الموضوع ده او خوفا من التهديد السعودي ده امر في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة ليه خد بالك اربط المقالة دي انا على فكرة انا مقتنع انها صح فاربط المقالة دي بزيارة زيلنسكي لحد دلوقتي العالم كله مش فاهم يوم 13 ستة جي زيلنسكي قابل وليه العادة السعودي يقوله ايه جي يقوله ايه هل مثلا جي يكلمه ويقوله احنا عاوزين نصدر الاصول الروسية وانت واقف في طريقنا وانت بتعمل ايه ما قصة ما تقنعنيش ان وليه العادة السعودي له دور بحب روسيا اوكرانيا ما تقنعنيش ان في قوات سعودية موجودة في اوكرانيا ولا موجودة مع روسيا خاطس زيارة زيلنسكي للسعودية بالذات مش مفهوم يعني انا هتفهم مثلا لو جيزر الامارات الامارات كل شوية بتعمل صفقات بين الجانب الروسي والجانب الاوكراني وبيتبادلوا الاصرة هتفهم يعني في دور في الموضوع انما تيجي تزول السعودية بتعمع وليه العادة السعودي في جلسة مقلقة حدش فاهم حدش فاهم فلا دلوقتي ممكن اكون ربط الموضوع بين مقالة بلومبرج وزيارة زيلنسكي لوليه العادة السعودي طيب تفرق في ايه 50 مليار دولار كرود وال300 مليار دولار اصول حاجة بسيطة جدا خلي بالك زيلنسكي عاوز فلوس كتير قوي الكارد اللي قوي ب50 مليار ده هيكفي اوكرانيا لحد 20-25 حد 20-25 انما 300 مليار انت كده بتقلم معادلة انت كده يا باشا بتخلي ان اوكرانيا تاخد فلوس تكفيها لحد 28 هتقعد مع الروس للابد تاني حاجة ممكن لما ييجي ترامب يقولك والله مش دافع الكارد ده او مش هاجبني الكارد او انا هنسحب من الكارد مثلا اي حاجة انما بيع اصول خلصت انت لما بيع الاصول دي ترامب لما ييجي مش هيجار في الامر شيء فعشان كده ممكن يكون زيلنسكي قعمع وليه العادة السعودي يقوله عن موضوع ده كله او يستشيره او يحاول يغير في الامر شيء ده امر بس وقفت السعودية في الامر ده طبعا طبعا تخلي الروس يعمله الف حساب للجانب السعودي تخلي الروس فيما يخص الطائرات السخوي 35 اللي حد الوقتي ما جاتش لايران يبقى فيه شك في الموضوع الروس ممكن ما يبقى طهاش تخلي فيه احترام كبير جدا من الجانب الروسي للجانب السعودي بشكل كبير سؤال وسؤال مهم يا روي فيما يخص اللي حصل ده هل هو بداية ان السعودية داخل بريكس وده بداية ان بريكس بقى يعني حيبتدي يهدد كمة الجي سفن وهو بدل الجي سفن انا عندي ليك خبر في منطقة خطورة ايه هو ان السعودية لحد الوقتي ما دخلتش بريكس على فكرة مش انا اللي قلت كده هو موقع اسمه واتش جولو واتش جولو بيقولك على فكرة حد الوقتي السعودية مجمدة انضمامها لبريكس بقى لا سنة مجمدة بموضوع ده ولا داخلت بريكس ولا انضمت لبريكس رسميا ولا طبقت شروط بريكس ولا اي حاجة بدليل النائب رئيس الوزراء الصيني كان موجود في السعودية هل مثلا كان بيكلموا انتو منضمتوش لبريكس ليه ما دخلتوش لبريكس ليه تحية في امر هنا في لغز شوية ايه هو منين السعودية بتقفق قصاد الغرب ومنين ما انضمتش البريكس وحتى لو انت افتردت وده برضو اللي بيزيد اللغز شوية حتى لو انت افتردت ان وزارة المالية قالت لك يا جماعة مفيش حاجة حصلت موجهناش تهديد لكمة الجي سابت بس مش هو خبالك ان السعودية عمالها تنفي كم حاجة كتير ليه مين دول قال لك والله هى قناة العربية قلت لك فيش حاجة اسماها بترو دولالر اصل ما حصلش مين دا اهل فين ابترو دولار دا هان في حاجة اسماها بترو دولر مفيش حاجة اسماها بترو دول راسة تنقلت صحف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ما اسمتها باتفاقية البترو دولار بين السعودية والولايات المتحدة التي تلتزم بها الرياض حسب تلك المواقع ببيع النفط بالدولار الامريكي الحسابات والصحف أضافت بأن على البلدين الآن تجديد ما قالت بأنه اتفاقية وذلك بعد مرور خمسين عاما على إقرارها في المقابل نفى متخصصون في مجال النفط وجود اتفاقية بهذا الاسم من الأساس ومؤكدين على ما تقوم به دول أخرى منتجة للنفط ببيعه بالدولار في إطار ما يحقق مصالح كل دولة من الدول المنتجة دلوقتي السعوداء بتكذب بلومبرد ما وقهناش تهديد الغار ومين ده بيحصل ومين بريكس السعوداء مدخلتش فيه مش بس كده ووتش جورو بيفجر لك مفاجأة من العالم فقيل بيقول لك ده السعوداء مدخلتش بريكس وبتصدر دلوقتي سندات بالدولار الأمريكي من أرامكو والسندات دي تقدر بـ 12 مليار دولار حيتم إصدارها من يوم 9 اللي هو مبارح لحد يوم 17 بـ 12 مليار دولار سندات ده معناه أن السعوداء عاستى ستدادين بالدولار ده معناه أن السعوداء ما عندهاش أي فكر أنها ممكن تغير موضوع تنازل عن الدولار الأمريكي إيه اللي حصل؟ حقيقة اللغزة ده كله يكشف لك حاجة واحدة بس كدوم ترامب السعودية بعد المناظرة الرئاسية ابتدت تتعامل إن ترامب جاي السعودية بعد مكالمة دونالد ترامب لغولية العاد السعودي ابتدت تتعامل إن ترامب جاي فغيرت خططها فبعدا ما هي هتخش بريكس تنضم لبريكس منتهى القوة تراجعت خطوات ده ترامب جاي هده الدنيا هتحلم طب نعمل كده ليه بس في نفس الوقت هي بتتحرك وفقا لمصالح السعودية وليه العاد السعودي عاوز يخلي السعودية قوة نصر قوة منفصلة لا هي تابعة للغرب ولا تابعة للشرق عاوزة تبقى السعودية كسعودية هي قوة إكليمية وقوة كبيرة جدا فحد دلوقتي السعودية يعني في مرحلة واتشانسي يعني هي عمالة رائب إيه اللي هيحصل؟ لحنا عاوزين الغرب يصدر الأصول الروسية ولا عاوزين نضام لبريكس أو مجمدين موضوع بريكس لحد ما ييجي ترامب ونشوف إيه اللي هيحصل ده أمر مهم جدا جدا الحقيقة الأمور دي خطيرة واللي حصل في الاقتصاديات والتحديد السعودي ما يتضح إن السعودية بتادي تلعب دور في الاقتصاد العالمي مش الإكليمي فقط بتادي تهدد قوة عالمية كتيرة جدا وبتادي القوة الإكليمية تستامع لها فده أمر خطير للغاية العالم كله في استعداد لقدوم دونالد ترامب حاليا يا ربكم نشاهد حركة الموضوع بشكل مبسط ورب نصر مصر رب نصر العرب ورب نصر فلسطين يا رب تحية مصر سلام موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة